بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في حلقة جديدة من آخر النهار وكل التحية والتقدير وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة هذا الموسم من الحج بإذن الله ربنا تقبل من كل هؤلاء الذين يعني من كل فج نعميق يتوجهون إلى بيت الله الحرام وينتظرون يعني الصعود إلى جبل عرفات ثم الإفادة ثم أيام التشريق إن شاء الله ربنا يتقبل منهم بإذن الله يعني ويثيبهم وعائلتهم على ذلك وأيضا يتقبل صوم الصائمين اللي بيصوموا الأيام دي وبيتحملوا مشقة الصوم وهم قلوبهم تهفوا إلى البيت الله الحرام أيضا إن شاء الله ربنا يكتبها لهم اللي مرحش ربنا يكتبلوا الحج بإذن الله في العام المقبل أو اللذي يليه وبرضو بمناسبة أفرحنا بالعيد ربنا يكتر أفرحنا إن شاء الله وإحنا عايزين لما بنقول أفرحنا بالعيد يكون البنى مليء بالفرحة والبشر وأيضا مليء بالحذر لأنوا عارفين أن هؤلاء الذين لا يحبون لنا فرحة ولا يحبون لنا سعادة ولا يحبون لنا راحبال يترقبون كل الأيام والمناسبات المهمة ليصطادون فيها أرواح بريئة من الأرواحنا هؤلاء الإرهابيين اللي عارفين أنه يعني تخصصهم القتل في وسط الفرح تلاقي في أكتوبر مجهزين تلاقي في بكرة يناير مجهزين تلاقي في عيد الأطحى تلاقي في رمضان أول يوم أخر يوم أعياد الميلاد أعياد القيامة الحج تبسلعي هم مرتبطين بلحظات إفساد حياتنا فنرجو أيضا أن احنا نكون بإذن الله يعني ونوافق بأجهزتنا الأمنية بتفكر بطريقة دي بنفس الحذر الذي نتخذه في الأيام الطبيعية العادية لازم نتخذ الحذر في هذه المناسبات لأن هما بيصطادونا للأسف الشديد في هذه المناسبات عشان يفسدوا فرحتنا ويسقطوا مننا شهداء ويبقى دائرة الألم دي مستمرة إن شاء الله نتفادها أيضا السنة دي وكل سنة وحضراتكم طيبين والحج طبعا قيمة عظيمة جدا يجتمع فيها المسلمين في كل من كل أرجاء الأرض والحقيقة أنه أي حد قد تجربة الحج بيعرف أنه فيه سعادة بليغة من لحظة ما تبتدي الإحرام لحد عودتك إلى بلادك فيه لحظات نادرة جدا الدنيا بتتلاشى جواك يعني بتبقى حاسس إنه ما انتش محتاج أي حاجة تانية إزاي الدنيا دي صغيرة وبسيطة وإزاي إنك مش عايز ترجع وإزاي إن قلبك مليان فرحة أنت مش عارف مصدرها طول الوقت إيه فربنا يا رب يسعد قلوب كل الحجاج ويسعد قلوب عائلاته ومسعدكم جميعا وكل سنة وحضراتكم طيبين